اشتركوا في القناة وذكر بأن أحد عناصر التنظيم شن هجوماً انتحارياً بسيارة مفخخة وذلك على بوابة أبوغرين ما أسفر عن سقوط خمسة شهداء في التفجير هذا وذكر المصدر ذاته بأن قوات التوار صدت هجوماً لعناصر التنظيم على ميناء سرد واستطاعوا اغتنام دبابة فضلاً عن إفشال هجوم بسيارة مفخخة وذلك في محور الزعفران حيث قام التوار بتفجيرها قبل وصولها إليهم ما أدى لمقتل الانتحار فقط دون خسائر أخرى طلب الدكتور بمستشفى مصرطة المركزي مالك الجليب بالتحقيق في حادثة المعاملة السيئة التي تعرض لها عدد من الجرحى الذين تم إرسالهم للجزائر الجليب ذكر في تقرير حول الواقع بأنه في يوم الأحد الموافق لحادي عشر من الشهر الجاري أفادهم عميد بلدية مصرطة بأنه تم الاتفاق مع المجلس الرئاسي المقترح وذلك عن طريق عضوه أحمد معتيق على إرسال عدد من الجرحى من قوات التوار للعلاج بالجزائر وقال الجليب إن الجرحى اشتكوا من سوء المعاملات حتى إن أحد الأطباء بالمستشفى العسكري بمدينة ورقلة قال للثوار لماذا قتلتم القذافي وفق ما ذكره الجليب استنكرت حكومة الإنقاذ حادثة قصف ملهل للأطفال على أحد شواطئ مدينة درنة ما أدى إلى إصابة العديد من الأطفال مساء يوم أمس الأربعاء وأكدت الحكومة في بان لها إدانتها لتواصل عدوان قوات مجرم الحرب حفتر على المدينة ووصفته بالإجرامي ذاعية الليبيين الوقوف إلى جانب أهل درنة وأفراد جيشها وتوارها ومؤازراتهم بعد أن حرروا مدينتهم من ما يسمى بتنظيم الدولة وحتت الحكومة في بانها المنظمات الدولية ومنها حقوق الإنسان والمجالس البلدية المحلية وما دعتها بالقوة الخيرة على إدانة العدوان الوحشي لطيران مجرم الحرب حفتر التابع لما يسمى بعملية الكرامة على مدينتي درنة وبنغازي حسب البيان قال عضو المؤتمر الوطني عن مدينة درنة عبد الفتاح الشلوي إن مدينة درنة تتلقى ضربات موجعة تستهدف الأطفال الأبرياء والأهالي البسطاء من قبل طيران مجرم الحرب حفتر الشلوي اعتبر خلال مداخرات مع قناة النبأ أن الاتفاق السياسي شرذم ليبيا وشتتها وعمق الهوة بين الأطراف الليبية ولم يؤدي إلى أي خطوة بناءه في الاتجاه الصحيح واتهم الشلوي كوبلر بارتباطه بمصالح مع أشخاص مواجهات دولية وبأنه لم يقم بتقديم شيء لليبيا واصفا بما يقوم به بالاستنساخ الواضح لما يحدث في العراق واليمن وسوريا وفي الخبر الأخير ذكر بيان صدر عن بلدية الخمس يوم الخميس أن البلدية لم تفاوض في أي وقت من الأوقات من أجل الحصول على مكاسب سياسية أو مناصب في الحكومات أو المؤسسات هذا وأشارت البلدية أن كل ما طالب به أهل الخمس هو الالتفات بعمق إلى مأساة الصحية الخطيرة التي تتسبب بها المحطة البخارية وذلك لتوليد الكهرباء والتي أوجدت حتى الآن آلاف حالات الأورام بسبب السموم التي تضخها المحطة الكهربائية نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة